لكن ابن الإنسان نراه بكل اختصار ووضوح أنه يشير لأربع نواحي من شخص المسيح أول شيء هو يشير إلى إنسانيته وإنسانيته الكاملة هو الإنسان الوحيد الذي داس على أرضنا الذي لم يفعل خطية لا بالقول ولا بالفكر ولا بالموقف ولا بالفعل لا قبل الدعوة ولا بعد الدعوة كما البعض يصفون بعض الأشخاص هو لم يفعل ولا خطية وقال أبل الصليب قال هو إبليس يأتي وليس له فيها شيء من منكم يبكتني على خطية فأنا بيحتار كيف يمكن أن يقال عن أي شخص آخر أو إنسان أو نبي أو قديس أو رسول أنه أشرف خلق الله من بعد ما تقرنه بالمسيح أشرف بماذا يعني بميلاده بحياته بيخلقه بصفاته بموته وبموته وبقيامته أو برجوعه من سيكون حين يرجع طبعا المسيح لن يأتي ليكسر الصليب ولا يحول مؤمنيه إلى مكان آخر ولكن سيأتي لكي يملك وستجثوا باسم يسوع كل ركبة وكل لسان سيعترف أن المسيح هو رب لمجد الله الآب والمسيح أراد من تلاميذه أن يعرفوا من هو من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان أرادنا أن نعرف من هو ابن الإنسان أقول عنك موسى إلي يا أحد الأنبياء وأنتم ماذا تقولون ما كرره بس مأصوله ماذا تقولون عني أنا ابن الإنسان فجابه بطرس وقال أنت المسيح ابن الله الحي قال له طوبة لك يا سمعان بنيونة إن لحما ودما لم يعلن فإذا أراد أن يعرف الناس أنه هو ابن الإنسان هو ابن الله كان في سورة الله وأتى آخذا سورة عبد وصارا في شبهي الناس والجدير بالذكر أنه هو إنسان كامل يعني تعاطف مع جسم بشريتنا في كل شيء تقلم عطش جاع تعب يعني كل المراحل اللي منمر فيها ما عدا الخطيئة مكتوب عنه تجرب في كل شيء ما عدا الخطيئة تماما وما هو أهم أهم حقيقة أهم نقطة في كونه ابن الإنسان ببشريته الكاملة أهم نقطة أنه استطاع وحده أن يفتدينا ويحمل الصليب لأجلنا ويموت عنا يأخذ دينونتنا لأنه خاطي ما بيقدر يفتدي خاطي مفلس ما بيقدر يدفع دين مفلس كنا محتاجين لإنسان كامل لكي يفتدينا ويدفع عنا ثمن الموت هذا سر الفداء بإيمان المسيحي البعض بيقولوا ما بيقدر كان الله أنه ينقذ مسيحه من أن يصل نحن نقول السؤال هذا يعني غريب عن المسيحي لأنه مسيح أتى ليسلب وبيقدر طبعا بيقدر ما يجي بالخالص لكنه أتى ليسلب لأنه لا يستطيع أحد أن يفتدي الإنسان لا ملاك ولا إنسان لأنه كان يجب أن يكون إنسان وإنسان كامل بلا خطيئة ويستفتيع أن يرضي الله أيوان فهذه النقطة الأولى في أهمية ابن الإنسان النقطة الثانية أنه كان متواضع ابن الإنسان أي إشارة إلى تواضعه مع أنه كان في صورة الله في جوهر الله لم يحسب خلصة أن يكون معادل لله وكأنه التعادل لله هذا حق مكتسب وأنا أتمسك به لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد وإذ وجد في الهيئة كإنسان يعني نزل من صورة الله إلى صورة الإنسان وكإنسان وضع نفسه وأطاع إلى أي مرحلة حتى الموت أي موت موت الصليب لأن موت الصليب كانت أداة إعدام أشرس المجرمين وكان هو يقول ذلك عن ابن الإنسان لم يكن هناك مكان أعلى ليتسلق عليه أو يصعد إليه أو يصب إليه كان هناك ولم يكن هناك مكان أدنى أن ينزل إليه فنزل إليه إنسان أطاع موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة كل من في السماء وان على الأرض وان تحت الأرض ولكن في حياته على الأرض عاش حياة متواضعة جدا بيقول أنه ابن الإنسان كان محتقر كان مخذول من الناس دعية ناصريا رجل أوجاع تماما يقول أيضا أنه ابن الإنسان ليس له مكان يسند رأسه لم يمتلك شيء برابرتي بهذه الحياة وبقول أنه ابن الإنسان جاء لكي يشرب ويأكل مع الخطاط والابن الإنسان جاء لكي يخلص ما قد هلك وابن الإنسان لابد أن يسلم إلى أيدي الناس فيصلبوه ويقتلوه واحد وثمانين مرة تكلم عن نفسه ابن الإنسان يصعب الآن أن نذكر كل هالواحد وثمانين لكن تناول كل الآيات وكل الأدوار وكل الصفات وكل الأعمال التي تضعوا مش إجا على الأرض ليكون يعني كان كتير علينا لو إجا يعمل ملك لكن أتى ابن الإنسان أتى ليخدم لا ليخدم وبالآخر وضع نفسه فيديا أمين لأجلنا فإذا أنت ذكرت أنه يسوع ابن الإنسان تظهر لنا إنسانية المسيح وشيء تاني بتظهر التواضع المسيح التواضع إلى أدنى الحدود صحيح لكن نحن أجمالا من نوقف هون ابن الإنسان يجا إنسان وجمات لأجلنا ومتواضع لكن الأبهف في التسمية هو ما سيأتي ابن الإنسان هي إشارة للهوته وهيدا اللي نحن وقت ما مننتبه له إشارة للهوته تشوفت المسيح قال ابن الإنسان أتى ليخدم ابن الإنسان ما عنده مكان يسنود رأسه يتألم ولكن نفس الوقت قال ابن الإنسان له سلطان أن يغفر الخطايا قال ابن الإنسان هو رب السبت أيضا من هو رب السبت؟ اسأل أيه يهوده ماذا تفعل بالسبت؟ ومن هو رب السبت؟ يهوى إلهينه الرب إلهنا هو رب يسألهم ابن الإنسان هو رب السبت أيضا وابن الإنسان أتى لا ليهلك لا ليدين أتى ليخلص لتخلص به البشرية ويقول بأنه ابن الإنسان له سلطان أن يقيم الموت أيضا مرؤس تسعة تسعة يعني ما عم بيقتبس أنا كل الآيات لأنه طويل جدا وابن الإنسان بيحنة خمس سبع عشرين هو من له سلطان أن يدين كل الدينونة أعطيت لابن الإنسان فإذن أرانا أن ابن الإنسان أتى من السماء ابن الإنسان افتدانا ابن الإنسان متواضع لكن ابن الإنسان هو الله الذي ظهر في الجسد هو الإله الكامل وهو الإنسان الكامل سيرجع ابن الإنسان سيرجع للدينونة كمان وهذه النقطة الرابعة بالحقيقة ملك المسيح ابن الإنسان إشارة إلى سلطانه إلى ملكه بمتى 13 أرمين بيقول يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته ولعله هؤلاء النقطتين الأخيرتين هن الأهم بنبوة ابن الإنسان اللي رح نتأمل فيه تفاصيلها بدانيال سبعة وفهم رئيس الكهنة أكتر من كتار من المؤمنين وربما القصوص وأنا لا أستهين بأخوة القصوص يعني أنا أتعلم أيضا وكلنا أتعلم لكن اليهود كانوا رؤساء الدين ورؤساء المجمع المحكم الديني السنهدريم لحكم أمام المسيح كانوا أولئك دكاترة اللهوت في العاد القديم فلما المسيح قالوا وأنا أقول لكم أيضا أنكم منذ الآن سترون إنسان آتيا على السحاب قالوا ما بقى فيه اسمع أكتر من هيك تجديف ولماذا؟ وهذا ما سأ... وهذا اللي راح نشوفه في دانيال إصحاح سبعة بس عشان أعطي فرصة للمشاهدين إذا بلخص يعني الفكرة أنه معنى ابن الإنسان لها أكتر من معنى ابن الإنسان تتكلم عن إنسانية المسيح عن تواضع المسيح وعن لهوت المسيح إشارة للهوت المسيح وإنه ابن الإنسان تتكلم عن المسيح الديان الملك ملكية يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة